قولان كارزان المرأة التي دفنت مع اسرارها. قولان كارزان اسمها الحقيقي فلزئير الكاية. ولدت بولاة بدليس عام الف وتتعمائة وسبعين. تربت في انقرة ودرست هناك. انفضت فترة من حياتها في السجون. بعدها توجهت الى الشام والتقت عبدالله اوجالان هناك. بعدها عادت لولاة امد وقارزان. عندما يتم القوض على اوجالان تقترح قولان القيام بعملية فدائية انتحارية. فانخرطت في ادارة وحدات الانتقام. وتوجهت لانقرة القيام بعملية انتحارية. غير انها لم تنفذ عمليتها لصدور قرار من اوجالان بوقف كافة العمليات والانشطة. هذا وقولان شاهدة على بعض العلاقات السرية بين الباككا والدولة التركية. حيث عملت كمفوضة. وشاركت في جلسات المفاوضات مع مؤسسات الدولة. ففي شتاء عام الفين الفين واحد. قالت غولان بان العلاقات مع تركيا تربكها. وان هذه العلاقات لا تقدم الشعب الكردي. واخبرت محيطها ان ما يحدث الان يقلقني ويزعجني جدا ويؤلمني كثيرا. ولو سنحت لي فرصة الموادية لرفعت الغطاء وكشفت كل شيء. فما كانت غولان تعزم افشاءه للعالم. وشيء هام متعلق بعلاقات اوجالان وجماعات المعروفة بجماعة انقرة مع الدولة التركية. فغولان كانت شهيدة على العلاقات المعواجة والمريبة وسرية للبككة مع تركيا. صدر قرار تصفي الجسدية بحق غولان من قبل جميل بايك وعدد قليل من كبار قدرة البككة. غير انهم لم يجدوا اي اسباب او مبررات لاعتقالها. فقد كانت قيدة القوات الخاصة اي القوات الفدائية للبككة. فعوض اعتقالها مباشرة وقتلها لاحقا احك هؤلاء مؤامرة لاغتيالها. فاثناء وجودها في اجتماع المرأة تشعر غولان بتوعك فجأة وتدرك الاجتماع ليتم بعدها العثور عليها مخنوقة في غرفتها. فيترى من يستطيع خنق امراض طويلة بطول مائة وثمانية وسبعين سنتيمتر. ومتخصصة في الفنون القتالية كالكاراتية. والغريب هو انتفاء اي تشهود على هذه الجريمة في وادي يعيش في اكثر من ثلاثمائة شخص. علما انه لا يقدر احد على الوصول لوادي شهيد هارون. كون المنطقة باكملها خضعة لسيطرة البككة وفي قبضتها. اغتيلت غولان في الوقت الذي كانت تفكر بتقديم افضل ما تملك للبككة. فقد كانت مناظلة حتى النخاء. غير ان قادة البككة اغتالوها لتدفن مع ما في صدرها من اسرار. فالجانب تراجد المحزن في قصة غولان هو انه بعد اغتيال كبار قادة البككة لها اعلنوها شهيدة عظيمة. فعظموها واثنوا عليها لتغطية على قاتل غولان. والذي كلف بهذه المهمة من قبل الادارة العميقة للبككة ونسيان القضية واغلاقها. والجانب الدراماتيكي في حدث مقتل غولان هو ان قاتلها اي البككة هتلتها وفي نفس الوقت اعلنتها شهيدة. بعمر الاثنين وثلاثين عاما. تم اغتال غولان غارزان في وادي قنديل المكتف بكوادر وعضاء البككة. في وادي توجد فيه اكثر من ثلاثمائة نسوة. اعلنت البككة ان ما اغتالها كان نتيجة مؤامرة قذرة. والحق كذلك. فقط اصبحت غولان ضحية مؤامرة قذرة للبككة.